هايزة تعملي لك شريط مصري كده حلف ألبوم مصري كده شوية أغني مصري غنيت مصري كتير أيوة بس يعني أصد حاليا تهتمي شوية بالأجادة ألبوم يعني صعب لأنه في الأساس أنا تعاملي مع فكرة الألبوم ما بعرفش أعمل الألبوم كل يعني بالسرعة اللي ممكن تجيد فيه ناس أخرى أنها تكون سريعة في إتمام ألبوم في خلال سنة وسنة ونص I'm very picky فأخد وقت كتير فممكن أعمل single لو لقيت كلام حلو ولحن حلو علش لا يعني أكيد غندير أغنية مصرية وأغنية عراقية وأغنية من بلاد الشام من لبنان يعني فدائما عندي العين على كل موسيقانة من الماء للماء يعني هذا دائما يخاطبني بس ألاقي موضوع حلو ولحن حلو علش لا شفت التعبير الحلو ده من الماء أيوة أيوة مغاربة ثقافة أيوة طبعا وأصومة بزيعة دي أمو ثقافة يا حد اليوم يا بختي أنا عادة بتدلع هيا لا ده في الأول في السن بعدين أعيب هيا غاية تم تطمن بس طبعا بيجي وقت الصلة إنه دماغيك برضو تروح تقول إيه يعني برضو هنا المصر ده ماشي ويعني وصلني بسرعة في السوق رغم إنك وصلة طبعا والناس بتحبك وكده بس التفكير ده أكيد بيجي فيه توازنات جوة دماغك هو موضوع يوصلك يوصلك دائما صدقك حبك لمهنتك احترامك للي أنت بتعمله احترامك للناس لغا تسمعك لا ماتر وات يعني لأنه أنا بسمع هندي بسمع الأمريك لاتين الموسيقى عالمية في حد ذاته يعني فما بتعملش بالموضوع توصل لا توصل دائما بصدقك هو الديفيز هو الحلو بيوصل هو العلامة يعني هو شنا يا دفيز هي عملتك صدقك فقط يعني وإلا أكيد مصر يعني معقل للنجاح لكن حاليا شايف العالم كيف فتح على بعضه فتلقى إحنا في الرياض يعني أنا بعرف عمر أديب بس شاء القدر أنا ألتقي فين في الرياض طبعا وحفلة للشرنوبي موجودة في الرياض فيعني ما بقاش الموضوع أنه في مكان ما إذا كنت صادق على مدار حياتك كلها فتوصل لقلوب الناس لا ماتر وات أيه بس التوازن ده برضو أكيد 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 جيتي وقت قلت إيه يعني برضو دي لازم يعني أنت في محطات يجب أن تتحرك بي أكيد أكيد فعشان كده عملت أغاني مصري ولسه عندي أحس تقصير أنه هناك فيه ناس في العراق لازم نصليهم وفي لبنان وفي السودان وينات وووو وإلى آخر فهذا دائما أنا عندي جمال قاعدة بطلع علي بس لازم تغني الحاجات اللي أنت 100% تمثلك يعني أقرب حاجة لقيتها أنا كتشابه في الإيقاع أولا بما أنه الإيقاع بالنسبة لي هو السكيلت طبعا بتاع الأغنية فالتشابه ده موجود فين عندي في المغرب والخليج مغرب عربي والخليج أكتر حاجة قريبة مني فتلقاني كإنتراجية سهلة كانت بالنسبة لك كانت سهلة بالنسبة لك ده 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 توبي كأنه لابسة قفطان مغربي فده بالنسبة لي أنا في السيف سايد يعني بلس أنه يجمل صوتك بكلام يعني إذا حبينا نكونوا حقيقيين وموقعين أنه أجمل أو المكان اللي ما زال محافظ على الكلمة وقوتها في الخليج طبعا كلمة أكيمة جدا فتلاقي تدبدب بسبب مثلا ظروف ما معينة في الوطن العربي جودة الكلمة عاملة كده لكن في الخليج دائما كلمة البطل بطلة وبطلة مهمة جدا تلاقي صور شعرية في 2023 كأنك في في 1900 وحاجة فليسا الناس عندها بترمي تقيل على الكلمة ف يعني يعني دا اللي بيخلي إنتاجيتي أكثر بالمكانتين لكن دائما عيني على الباك